السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم اعزائنا المشاهدين النهاردة هتكلم معكم عن رؤية بتبشر الفتاة العزباء بقرب زواجها وهي رؤية الازافر وهنقول بان الفتاة العزباء وان شافت رؤية في المنام ان ازافرها كانت جميلة ومهزبة وان هي كمان بتزينها يعني بتضع طلاق ازافر عليها فالرؤية هنا ان شاء الله سبحانه وتعالى هتكون دلالة لها على قرب زواجها وهنقول هنا ان لون الازافر في المنام هيحدد لها امور كتير جدا عن شخصية العريس يعني هنقول بقى ان هي ان شافت رؤية في المنام ان هي بتضع طلاق ازافر كان لونه احمر وهي كانت بتحب شخص معين في الواقع وهو كمان بيحبها فالرؤية ان شاء الله سبحانه وتعالى دلالة لها على اقتراب معت زواجها من الشخص اللي هي بتحبه في الواقع والله سبحانه وتعالى ادرى واعلم واسعد الله دائما منامكم اما بقى ان الفتاة العزباء ان شافت رؤية في المنام ان هي بتضع طلاق اظافر لونه دهبي فالرؤية دي هنا هتكون دلالة لها على اقتراب معاد زواجها بس من شخص هيكون في الواقع انسان غني ماديا وكمان هنقول ان شافت الفتاة العزباء ان هي بتضع طلاق اظافر كان لونه ابيض فالرؤية هنا هتكون دلالة لها على قرب زواجها من شخص في الواقع انسان متدين وهيراعي ربنا سبحانه وتعالى فيها ونقول كمان ان الفتاة العزباء بقى وان شافت ان هي بتضع طلاق اظافر داخل الرؤية وكان لون طلاق الاظافر ده كان شفاف فالرؤية دي هتكون دلالة لها على اقتراب زواجها من شخص طيب القلب وهيكون صادق معها في مشاعره لها يعني بيحبها فعلا ونقول كمان برضو ان الفتاة العزباء وان شافت رؤية في المنام ان هي بتسلم على شخص باطراف اصابعها او يعني كده بدوافرها فالرؤية هنا جميلة وبشرة جميلة لها على ان هو ان شاء الله سبحانه وتعالى في القريب هتتزوج من شخص يجمع بين جميع صفات الجيدة يعني ان كانت بتحب شخص في الواقع فالرؤية هنا هتكون دلالة لها على الزواج من الشخص اللي هي بتحبه وان هو كمان هيكون انسان متدين ومن عيلة عريقة وكويسة وكمان انسان غني مديا وفيه كل الصفات اللي هي بتحبها وبتتمنها والله سبحانه وتعالى ادرى واعلم واسعد الله دائما منامكم واشكركم على حسن استماعكم والى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله